بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعزائي المشاهدين السادة والسيدات الأصدقاء الأوفياء المخلصين في مصرنا الحبيبة والوطن العربي وجميع دول العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام سليم هنفتح الملفات وهنسمع الصرخات وهنحاسب المقصرين من المسؤولين وهنرجح حق المظلومين وهنطيح بالفاسدين برنامج كلام سليم مهمته إزاي نحط إدينا على المشاكل الموجودة نشوف السلبيات مش علشان خاطر يعني نظهرها لأ عشان نعالجها ونركز على الإيجابيات علشان نزود منها اسمحوا لي في البداية أقدم واجب العزاء للبطل الذي ضحى وأفنى حياته في خدمة الوطن معالي اللواء محمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية والإنطربول الدولي للفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان هذا الرجل ضحى كثيرا من أجل الوطن هذا الرجل يعد من الرجال المخلصين الرجال الشرفاء الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وأقدم واجب العزاء لأخي وصديقي العزيز الحاج أبو بكر سيد أبو طالب الزغبي الذي أيضا أفنى حياته في طلب العيش ومات أول أمس في دولة ليبيا الشقيق اللهم ملهمهم الصبر والسلوان لأهليهم واغفر لهم جميعا واجعلهم من الشهداء كمان اسمحوا لي عزائي المشاهدين أقدم التحية لكم جميعا وأقدم التحية للسادة ضيوفي الكرام معالي وكيل الوزارة الأول السابق حمدي بي عاصي شرفتنا يا فندي منورتنا معالي المستشار سيادة النائب عضو لجنة التلمية المحلية بمجلس النواب عصام بيك إدريس شرفتنا يا فندي معالي الدكتور مصطفى داود شرفتنا يا فندي رئيس جمعية السيادلة بمصر أهلا وسلم شرفتنا طبعا زي ما أنتم عارفين برنامج كلام سليم مهمته نفتح الملفات طبعا زي ما أنتم عارفين الملفات في مصر كتيرة والمشاكل أكتر ولكن إن شاء الله في الألفية جاية إن شاء الله والأيام اللي جاية إن شاء الله يكون فيه خير إن شاء الله يعم مصرنا الحبيبة والوطن العربي طبعا عاوزين نبدأ بالسؤال بتاعنا لمعالي النائب عصام بيك إدريس بخصوص مشكلة مدينة أبو النمص المشكلة دي اللي هي الشارع التجاري الشارع التجاري ده ما عليك كان كنت روح تنوى حضرتك مع وكيل وزارة الري المشكلة دي عاوزين بس نعرف حضرتكم إن من عشرين سنة كانت وزارة الري والمسؤولين والقائمين على العمل ياريت بس تجيبونا الفيديوهات بتاعة الشارع التجاري علشان نعرضها للناس يشوفوا الواقع اللي هبنتكلم عنه يعني بالصوت والصورة إحنا بنتكلم بالصوت وقدامنا الصورة من عشرين سنة الشارع التجاري ده إضغطت الترعة فيه بس مش كلها إضغطت نص الترعة وبعد كده الوزارة الري والمسؤولين عانوا قديهم من على الترعة طبعاً المكان ازدحم وبقى شارع تجاري وفيه محلات فخمة وفيه بيوت طب الناس تعمل إيه؟ قدمت أكتر من طلب للوزارة وللمسؤولين قال لهم ما عندناش ميزانية طب إيه العمل؟ أي اللي عاوز يعمل حاجة يعملها على حسابه بعد كده الناس طبعاً اضطرت إنها تعمل هذا العمل على حسابها ده كانت الواقع الأولين الترعة كانت بالنظام ده لما تغطت حتولنا الصورة التانية بقت بالنظام ده ده النظام لما تغطت الترعة فجأوا في الأيام القليلة الماضية إن عليهم غرامات وعليهم قضايا بناء بدون ترخيص على الرغم إنه هم اللي سامحوا لهم إنه هم يبنوا علشان المنظر ده ما نشوفوش تاني ياريت الصور كلها تبقى معروضة والفيديو كمان يبقى معروض أي عشان خاطر الناس تبقى عارفة بس نحن نتكلم عن وقائع فجينا لما رحنا أنا ومعالي النائب عصام بيك إدريس رحنا لوكيل وزارة الرأي رحنا لوزير الرأي فالمهم قال لنا في حل ونلقوا هو الحل قال إن الجماعة اللي غطوا ترعة على حسابهم هيجوا قدموا طلب بناء عليه هتقوم لجنة من الهندسة بتاعة جامعة القاهرة الإشراف أو لجنة تانية منين يا سيد الرئيس من البحوث من البحوث وبعد كده تيجي اللجنة إذا قالت من تمام التغطية مطابقة للمواصفات بيبقى فيه حاجة تانية إن الناس دي تتحمل التكاليف بتاعة كل حاجة بتاعة التطهير مدى الحياة بالله عليكم ده يرضي مين هلنسيب الترعة زي كده ولا نعمل إيه أستسمعكم في المكمة دي أصفاتنا تفضلي طيب ماشي معالي الوزير تكلمنا بقى عن الموضوع ده وعن المشكلة دي نساتك طبعاً إنت اللي تبنيت هذه المشكلة فقد نتكلم ده عنه يعني بسم الله الرحمن الرحيم أنا أرحب بالسادة المشاهدين وأهلا بالنمرس وأهل الحامدية اللي هم الكيان اللي هو بيمثيني حقيقة والكيان اللي أنا بيمثله حقيقة في مجلة النواب ويعني يمكن أنت ذكرتني بوزية يعني أنا بانعي برضو رجل محترم جداً رجل الإزاع وتلفزيون الشيخ محمودة وسلمان من الكبار قراء الإزاع وتلفزيون عندنا في الحامدية فأنا بانعيه وربنا يرحمه وكان راجل من الناس المعدودة في مدينة الحامدية هذه واحد أما الثانية بالنسبة للموضوع موضوع قصة الرأي وقصة التغطية والحاجات دي كلها إحنا برضو عشان يعني أنا تملي حتى في فترة المجلس لازم أكون منصف للحكومة في وقت ومنصف للآله في وقت العدل يعني لازم هو اللي بسات فلما نيجي نتكلم على التغطية هو لا ننكر أن هناك خطأ من الأهالي ولكنه خطأ غير مقصود تمام أولا الترع دي يعني إن كانت هي ملك وزارة الرأي ولكن هي بتخدم على رقعة زراعية تمام المسؤولين والمشكلة دي لأنها ظهرت والأسف يعني 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 بعد فترات زي ما حضرتك قلت عشرين سنة وأكتر من عشرين سنة وشارع أحمد بدأ وده من الشوارع الرأسية ممكن في مصر بالكامل وباب رزء لمجموعة كبيرة من الأهالي فالنهار ده أنا ما عاقبش الناس بعد عشرين سنة على وضع بأسلوب إننا لازم أحبسه أو لازم أزيل أو لازم كذا لأننا بهدر بنية أسسية إحنا بنقول إن إحنا نهدر البنية الأسسية لو كانت هتفيد الدولة بنهدر الكيان لو هيفيد الدولة ولكن إيه الفايدة بالنسبة للدولة لو أنا جيت النهاردة على شارع زي كده وجيت فتحت المصرف تاني إنتوا عملتوا حوالي كيلو على حسابكم كوزارة يريد تجيبونا بس المصرف اللي كان متغطي وفتحته تاني اتعملوا حوالي كيلو أنا شفتوا مبارح بنفسي والله يعني منظر مؤسف للغاية منظر ده كان متغطي ده أنا عايز أقول يا جماعة على حاجة بس لأنه هو ده مسلسل مقرر للإزالات أنا النهاردة الإزالات اللي تمت بناء على القانون 17 ده التنفيذة عالج القانون غلط ووصلتوا للناس القانون يريد الصور والفيديو بتاع الشارع التجاري تكون موجودة يا جماعة منعلكش منعلكش بطريقة تضر المواطن وتضر الدولة في نفس الوقت يعني أنا النهاردة الكيان بتاع الشارع ده موجود يبقى أنا أشوفه عليك وبالفعل يعني إحنا لما قدمنا طلب لمعالي الوزير أفضل يا فاندي هل ده منظر يعني أدمي وإحنا بنقول لها كورونا ده ده الوحدي كورونا المنظر ده الترع دي كانت متغطية اتفتح التاني تخيلها دكتور الترع دي كانت متغطية وأحدث تغطية اتفتح التاني فضل يا فاندي فطبعا احنا لما جينا تحدثنا فيه إجراءات يا محمود بيه عشان أغطي لازم تتم ولازم تتبع هذه الإجراءات لم تتم ولكن طب يا فانديم كانوا فيه المسؤول يا فانديم يعني من عشر سنين مهتر عدي أسلح ما تغطيتش فيهم وليلة ده على مدار عشر سنين وهم بيغطوا فيها بص يا محمود بيه أنا مش عايزة أعالج الفساد بفساد ومش عايزة أعالج الغلط بغلط أنا النهاردة بقول إن فيه قد يكون فيه موظف مرتشق وموظف مختق مش هقول إن لا الخطأ بتاعه ده ترتب عليه وضع ولكن أنا النهاردة أنا عايزة أصحح الخطأ ده طالما في مصلحة الدولة وفي مصلحة الشعر تمام فإحنا بالنسبة لنا هذا الوضع نقول للألية إيه اللي نعملها عشان نعالج الخطأ اللي عملوه الصابقين واللي عملوه الأهالي عشان نصحح الوضع بالنسبة للناس اللي موجودة يعني في شرع أحمد بدوي واللي هو بممثل كيانتي أنا بس مش عايزة أسترسل أكتر من اللازم ولكن هو إحنا جلسنا جلسة مع القيادات التنفيذية وبدرنا بلاجنة نزلت بالفعل على الطبيعة وشافت الشارع وبدأنا نحط حلول للناس وتحدثنا مع ساد وكيل وزارة الرأي المهندس محمد رجل محترم جدا طب يا فندن معليك يا فندن هل الحل اللي طرحوا علينا المهندس محمد عبد السلام هل ده حل؟ آه حل وأفضل حل للناس حل إن الناس الأهالي اللي غطت على حسابها تتحمل تكاليف التطهير يا معالي الوزير ماذا الحياة؟ لا هو ما بقولش تكاليف تطهير التطهير يا فندن المدى الحياة ما بقولش تكاليف التطهير عشان بس المعلومة تبع واصلة لا لا عشان بس المعلومة محمد تبع واصلة صح هو مش بيكلم على تطهير أنا لساеня مكلمه النهاردة الصبح يا الله لا ياخله معيها مداخلة ولكن يعتذر عنده افتماع هو ما بيتكلمش على تطهير التطهير ولكن هو بيتكلم على إن أنا النهاردة أنت ما خدتش مني تصريع هو السؤال اللي هو بيسأله كله الوزارة نصا كده لو أنا النهاردة الحاجة دي هل هي متبقى للمواصفات اللي هي والاشتراطات اللي عندي ولا لا طب ممكن أتسمح معليك دكتورة كوصر أهلا وسهلا دكتورة كوصر أهلا وسهلا يا فندم دكتورة كوصر نقيبة التمريض وعضو مجلس الشيوخ أهلا وسهلا يا فندم يريد يا فندم في التلفزيون وتسمعينا من عبر الهاتف لو سمحت دكتورة كوصر دكتورة كوصر سمعان يا فندم طيب يريد نعود لاتصال بيها التاني لو سمحت اتضر يا فندم محمود بي بس عشان بس المعلومة تبقى واصلة صح اتضر يا فندم يعني وعشان احنا يعني انا زيان بقول لحضرتك كده انا رجل قدو مجلس نواب ورجل في لجنة القدارة المحلية تمام وعملنا حاجات كتير والحاجات البعض قدرها والبعض ما قدرهاش بس انا حسابي مع ربنا سبحانه وتعالى تمام انا بكلم على الحساب ما اقولش ان ارمع على الدولة او ارمع على الاشخاص ولكن ندي لكل حق الحق انا اللي بتكلم في الوقت احنا عايزين نصحح القطع ده يا معالي باش انا استاذنك اعتذر معاليك انا دكتورة كوصر ايوا يا فندم سامعين حضرتك السلام عليكم يا استاذ السلام ورحمة الله يا برجات اهلا يا دكتور اخبار معاليكي الحقيقة بس معاليكي انا مش الدكتورة كوصر انا فاطمة جمال ابراهيم طالبة في ماجستير تامليك جامعين شمس اهلا وسهلا يا فندم اتفضلي قولي مشكلتك انا كنت تكلمت معاك قولينا مشكلتك طيب اتفضلي حضرتك احنا بنشتكي ان احنا كنا مقدمين على تفرغ ومنحة دراسية من وزارة الصحة واخذنا سنة والمقلوب قابل لنا تجديد ست شهور والوزارة مش راضية تجدد لنا ست شهور ويعني احنا مش عارتين نتصرف ازاي الدراسة ابتدت واحنا بالفعل على قوة العمل ومش عارفين ان احنا نوصق بين الدراسة وبين الشغل رفنا الوزارة اكتر من مرة وحاولنا نقابل السادة البسؤولين الحقيقة في وزارة الصحة اهم حاجة ان هم يمسلونا من مكاتبهم ومحدش وصل معنا لأي حال بعد محاولات كتير جدا 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 توصلنا الى ان في مزاكرة للعرض على سيابة الوزيرة بخصوص التفرق بقالها شهرين لحد النهاردة لم يتم البت فيها واحنا مش عارفين نعمل ايه حاولنا نتواصل مع الدكتورة كوسر فيعني سكرتارية مكتبها مشكورين بردو يا ريت يا جماعة تجيبونا دكتورة كوسر اثناء المكالمة كده لو استمحتم اتفضل يكمل قالولنا ان الدكتورة كوسر عندها علم بالموضوع وهي شايفة ان الوزارة لها حق انها ما تدناش للتفرق لان دراستنا ما هي السرط للترقي الوظيفي يعني معقولة بعد ما يديكم الامل في الحياة بعد كده ينزوا عنكم الامل يعني انا مش عارفة يمكن حتى لو الوزارة عايزة تلغي للتفرق او فيه قانون جديد او فيه توجه جديد للكلام ده ما يتطبعش عن الناس ان بالفعل بدأت الدراسة لان انا بدأت دراسة سنة مجهود راحة ومطاريف والجسعة مطاريف ثاني السنة دي فحرام يضيعوا مجهودنا لو كنا نعرف ان الحال كده من البداية ما كنا تقدمنا خالص تمام هو برضك موجود معنا دكتور يعني المصطفى اكيد هيجاوبنا على النقطة دي والدكتورة كوسر هتكون معنا ان شاء الله بعد قليل ان شاء الله شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك فضلي معي الوزير ما عليش سامحني اذا كنا لا انا بس الاعداد قال لنا ان الدكتورة كوسر فطبعا عودة الاتصال فعشان كده استمحني معترام ان الدكتورة كوسر ويقول للناس انا 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 يهميني ان الناس طبعا اصلا لهم المعلومة كاملة فتدقل المواضية حيتوه الشخص عن لا ما انا معي راجل ما شاء الله عليه يعني مستشارة للدنيا والموضوع اصلا في قلبه مش في عقله بس يعني انت بتعيش به انه ياخد الشكل العام ونخلص لازم الموضوع يكمل فهو حضرتك الوقتي احنا اللي تكلمنا فيه مع اهالي ابن نمرس وناس كلهم ناس مخترمة وتحدثنا في هذا الامر ووصلنا لحلول والحلول دي الوزارة والدولة ما عندهاش اعتراض ولكن هي بتقولك انا لي اوسس سنية انا بعمل الحاجة على اساسها ما اقدرش اخرج من الحاجة دي لان انا ممكن تحصل كارثة هنشايلها للدول فهو الوسس الفنية اللي هو النهاردة الكيان القرصاني بالنسبة اللي تم عمله عن طريق الاهالي لازم يبقى فيه لجنة اللجنة دي عن طريق كلية الهندسة مع حضرتك وعن طريق معد البحوث اللي جان دي لها بروتوكول ولها مصاريف المصاريف او المصرفات دي المفروض اللي هيتحملها الاهالي والاهالي ما اعترضوش على هذا الامر وفي نفس الوقت بعد كده ييجي بفيه تقنين وضع على اساس ان احنا معليش يعني برضو يهمنا الرقعة الزراعية ان كانت هناك رقعة الزراعية ده بالنسبة لفكرة يا فاندي مو ما عليك هو انت هنا بقنن وضع هو انا همتلك الحاجة دي ده انا غطيت للدولة يعني الدولة لو هتتكلف مثلا مليون او اتنين او تلاتة الاهالي تحملوا زي بصنا محمود بنا تعمل لي محاضرة لو فيه اراض زراعي لو فيه اراض زراعي على ترعة ما يقدرش اي حد في الدولة يغطيها اي ان كان لان هي الزراعة نمر واحد مقدم على اي حد طب يا فاندي ما في الاول اصلا وزارة الراي هي غطت اصلا تلتين الترعة هو عموما بالاساس يعني عموما وثبت الترعة يعني التلت اللي باقي زي ما احنا شوفنا كده ما هي بتغطي بضوابة معينة الاوضاع معينة واحنا برضو احنا الحمد لله وصلنا الاتفاق ان هذا الموضوع ينتهي وتحدثنا مع اهالي ابن ممرس وان شاء الله باذن الله الموضوع هانتهي قريبا يعني ان شاء الله يعني بتعاون الدولة مع الاهالي هيبقى فيه بارتوكول كويس ينهي هذا الحوار ان شاء الله شكرا لحبك معي الوزير بقى طبعا دي ده دوره بقى طبعا يكلمنا في النقطة دي وحضرتك يعني احتراما للسيد النائب هو بكلم كلام مصبوك ربناك الترعة او المصرف الصغير ده هو بتالي ده مسأة صغيرة بتودي الميط الرأي الى زرعات اخرى تمام يعني من المهم قبل حتى التغسية كان التطهير تمام بشكلها كده حتى ماهيش متهارة تماما يعني لا هتوصل المية ولا موصل لحاجة بل هي موضع ده بقى لي عشرين سنة على كده هي موضع للقمامة هي موضع للأمراض هي موضع للأوبئة تمام كان الاحرى علي احنا عندنا في مصر وده متعرف عليه وزارة الرأي بتغطي مصارف كبيرة وترع كبيرة أجبر اذا هي لا خلاف على ذلك هناك اتفاق اه احنا عايزين الاشتراطات بتاعت الجاو ده عشان توصل المية ده كلام انا معك بطفت مع السيادة النائب كان لابد ان احنا لما نجي نغطي تبقى وزارة الرأي موجودة او الفنيين موجودين طبعا وقال لهم اروحوا غطوا والناس رح تغطت دون وجود وزارة الرأي الخطأ يقع هنا على وزارة الرأي بس وزارة الرأي ما قلتش انا حسب الكلام يا فندم تقدموا باكتر من طلب للمسئولين ولوزارة الرأي وكلام ده من عشرين سنة يا فندم هو مواصل علمي يعني مش كويس ادى الضوء طب يا فندم طب تبرروا بقيم عليك يا سيادة النائب مش بشكل رسمي ومناء عليك عمل طب يا سيادة النائب تبرروا بقيم عليك شارع تجاري من اكبر الشوارع التجارية على مستوى الشرق الاوسط وبقالوا عشرين سنة والوزارة ما غطتش الجزء الباقي متلعا تتبرروا بايه حتلي مبرر لذلك لا هي قصة التقطيع والحاجات دي كلها ممكن تدخش تحت بند الموازنة بند التحرك بند يعني احنا لما تحركنا عملنا برضو جزء من التغطيات في الطرق اللي عندنا الحاجات دي كلها بند برضو انه هو وجود رقع الزراعية زي ما اقول لحضرتك لانه هو الرأي ما تدرش تغطي لما تنتهي رقع الزراعية تماما يا ثنب هي بتغطي عشان تحافظ على مجرى الماء تماما وكمان تحافظ على عدم وجود الزبالة اللي موجودة في مجرى الرأي اللي بتحولها الى اوبئة يعني احنا متفقين ان هناك مبدأ لتغطية القنوات الرأي لحمايتها وتوصيل الماء انا عاوز اقول لي معليك بس يا باش مهندس ان اصلا المكان ده كله يعني مبني سكان يا فندم خلاص متفقين هنا شوارع واقامة يبقى لابد من التغطية بس التغطية لازم تكون بايه بحسابات فنية طب يا فندم كانوا فين من عشرين سنة والناس بتغطي كانوا فين احنا مش هنحاسب بقى اللي فات احنا خلينا في الجديد سيادة النائب انا بترجع انه هو يبدأ وياخد بيد الناس والمسؤولين ويبدأ يحط يعني اسس للتغطية بس ما يسيبش الناس بهذا الشيء طب يعني انت من رأي انه يبقى فيه شرط ان الناس تجيب اللجنة على حسابها بنت على حسابهم كمان يجيبوا اللجنة بتاع الاشراف على حسابهم وكمان التطهير مدى الحقيق على حسابهم هو انا معاك يعني الدولة متمثلة في الدولة انها طرع الفلاح وطرع السكان وطرع ابناءها وطرع المواطن انا معاك ولكن اذا كان هناك الميزانية لا تسمح بذلك لا مانع ابدا من مساهمة القطع الخاص والمنتفعين من هذا الكلام طب يا فندم سيتك مشايف ان المساهمة ان انا غطيت لك اكبر مساهمة اتبع كمان تكاليف كمان التطهير والله يا فندم ولجنة الاشراف هتتكلم قد ايه سيتك على الكلام سيت الناب هو اضرب مني في هذا الموضوع طب لكن احنا عايزين نخرج من المشكلة لابد من التغطية حتى لا يتكرر هذا المنظر المؤسف تمام في وسط الكتلة السكانية كمان عشان نحافظ على المية قطرات المية اللي موجودة في المساة الصغيرة دي للمنتفعين منها في نهاية الرأي انا معاك في هذا الكلام المواطنين اللي سهموا لهم الشكر والتقدير لهم الشكر والتقدير الدولة عليها المساعدة انا على فكرة بتكلم على موضوع التغطية مش في مدينة طب النمر بس انا بتكلم على جميع المحافظات بصفة عمو بصفة عمو لا حسن حد يقول بس احنا بنتكلم على مدينة بعينها او محافظة بعينها لا مش في الحتة دي بس لا في كل الكرة مسموح بالتغطية بس بتقوم بها وزارة الرأي تبقى للموصفات اللي بتعملها واذا سهمت الاهالي والله حاجة كويسة جدا حماية للسكان نفسهم من الاوبئة اللي انت شايفها دي والله انا شايف الاهالي عندهم جميع الاستعدادات والله هي بحاجة للمساهمة في كل حاجة الباية عند ست النائب لا لا اول موضوع ان شاء الله بإذن الله منتهي ووصلنا الاتفاق مع وزارة الرأي ومع مدرية الرأي ومع الاهالي والموضوع يعني في مسعى لانهاء وتماما يعني وحل المشكلة بس وانا شايف ان هي تم ازالتها اه ازالتها ازالتها فانجم قبل منزل اجا اشوف انا اعمل اختبارات اشوف المكان ده صالح اللي هم عملوا الناس ديان من عدمه من الصالح يزال انا معك ومع هذا الرأي لكن اذا كان بيؤدي الغرض منه والله هادي الناس جاوب شكر برافو عليكم يعني طيب اسمحولي بقى اخش على ضيف العزيز اللي مشرفني ومنورني دكتور مصطفى داود شرفتنا يا ربنا يبارك طبعا مشاكل الصحة كتيرة اوي 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 والدواء والصيادلة فاعودينك بقى طبعا ايه انت هتتكلم لنا في الدور دا لان احنا الموضوع دا على فكرة الاثنين مربطين ببعض كورونا مرتبطة بكل حاجة يعني مش الصحة بس بكل حاجة دور وزارة الصحة في تطوير الدواء مالف الدواء الدواء طبعا الدواء والمستشفيات والهيكلة يعني سؤال يعني طارح رأيه على الساحة بيقولوا ان يعني لو الدولة تهتم بالصحة والمستشفيات زي ما بتهتمع بالطرق والكباري كان يبقى ايه حنة عاوزك تجاوبنا على السؤال دا لو فيه اولويات نص اللي معمولة للطرق والكباري في المستشفيات يبقى الصحة جاتي بعملها واحدة بس الإرادة السياسية موجودة للتغيير يعني كلنا شايفين دا في الكباري في المدن الجديدة تمام وبنشيد بيهم والله في موضوع الكباري والطرق حقيقة عشرة على عشرة بس عاوزين دا يبقى في جميع الوزارات يعني مش وزارة بعينها ما فيه برضو ارس قديم فيه ارس قديم بين الموضوعين انا عاوزكم تجيبولي الصور المستشفى اللي عندكم لو سمحتوا عشان نعرضها برضك للدكتور ونشوف النظام دا يرضي مين يعني مستشفى مركزي عام بتخدم 13 قرية المدينة دي بس اللي فيها المستشفى المركزي تعدادها 380 ألف نسمة يعني تعادل محظة البحر الرحمن فما بقى لك بقى بالقرى المجاورة اللي حواليها تخيل عاوزين الصورة بتاع المستشفى لو سمحتم هتوهنك صدر دكتور تكلم عن المستشفيات هو طبعا انا بقول لك دا ارس قديم مش النهاردة ما تعملش النهاردة عدد كبير جدا جدا من الموظفين في الدولة وللأسف يعني جريت الصور تكون موجودة بتاع المستشفى يا حضرات لو سمحتم المستشفى مش الشارع التجاري صور المستشفى الدولة مكبلة بستة سبع ملوان موظف خدمي او في قطاعات عريضة موظفين الدولة كلهم اه موظفين الدولة حضراتك برضو نفس الكلام لما تخش قوة المستشفى هتلاقي خمسمية ستمية وهتلاقي بس اللي موجودين خمسين سبعين ايه فريق الاعداد الصور مش لقينا ولا ايه احنا محتاجين محتاجين تغيير في ثقافة الموظف تغيير في ثقافته يبقى غير رقابة يا فندي هو الموظف حيضار ازاي بدون رقابة عليه حضرتك اعتاد انه هو يتأخر في العمل اعتاد انه هو الوف ديز كتير يروح يومين في الاسبوع المسألة محتاجة ضبط محتاجة هيئة هيئة توعيد لوزارة الصحة الانضباط هيئة تدريب وليكن لان الموضوع ده يعني اتبنى على فترة زمنية طويلة يعني النهاردة بس احنا يعني مش مسئولية الحكومة الحالية ما نقدرش قولنا مسئولية الحكومة الحالية ولكن ده موضوع قديم جدا تراقم من الاخطاء لازم يعني انا باقترح هيئة تدريب توعيد تدريب كل افراد المهنة الطبية وكمان تغير من سلوكهم يعني احنا محتاجين القوي الأمين يعني محتاجين حد يكون مهارته عالية جدا وفي الوقت نفسه ملتزم بالحضور ياريت فريد إعدادي جاب دينا الصور بتاع المستج فضل يا دمتل انتكلم فيه افكار كتيرة جدا يعني يعني ما عرفش انا بعتقد لو فصلنا لو خلينا مثلا ان الطبيب اللي بيشتغل في حضورة الصحة ما يبقاش ليه عيادة برا طبيب او صيدالي او اعتقد ده ممكن يكون ضابط للمسألة اكيد ونرفع له مرتبه ان شاء الله خمس اضعاف اكيد تمام لكن المسألة دلوقتي زي محضرك عارف وان كل واحد بيستخدم موظفك طبيب بيتهرب النهاردة من عمله في المستجفى الحكوم وبياخد الزباين لعيادة برا تمام ده اكيد فاحنا ليه الفكرة دي ما نفكرش فيها ان احنا حضرتك يكون موظف الدولة انا بقول لحضرتك ما ينفعش برضو المرتبات يعني هي منظومة كاملة لازم تبغير طبعا اكيد منفعش ان انا اقول 3000 و 4000 طبعا ايادته هتبقى اولى يبقى لازم حضرتك الطبيب او الصيدالي او التمريد اللي انا متمسك به هيشتغل عمل جاد من 8 ل 2 يعني عاجين نقولي اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع بالضبط بالاضافة طبعا احنا محتاجين هاي التدريب لانه حضرتك احنا بنشوف الصيدالة مثلا اعداد كبيرة جدا جدا ولكن يعني درسوا درسوا الصيدالة 6 سنين وفي الاخر بيقف حضرتك بيصرف البان او بيصرف دواء مش معروف دوره الحقيقي دور الحقيقي اللي هو مفروض طبيق الصيدالة الكلينيكية يقف جنب الطبيب بيتدخل في كل صنط بيخش جسم الانسان هو ده دور الحقيقي الدواء وكل شيء عن الدواء بفضل هذا كنت سألت تقولي وانا بس انا عايز بعد اذن معاليك يعني برضو حكم وجود الواحد في المجلس وجزئية الصحة دي انا لما جيت في بداية المجلس وبراجع الموازنات بتاع وزارة الصحة عندنا او موازنة الدولة بالنسبة للصحة كان احنا برضو يعني النهاردة احنا كان الهدف الاساسي التعليم والصحة واي دولة بتبنى بالتعليم والصحة ولكن انا النهاردة عشان التعليم والصحة لازم ادي لهم طارجة معين بالنسبة للموازنة الموازنة العامة لما موازنة الصحة عندي حوالي اربعة وخمسة في المية والطبيعي بالنسبة للدول مش اقل من خمستاشر في المية من اجمال الموازنة العامة يبقى ما تكلمنيش عن صحة كاملة ومنظومة كاملة ووضع كذا هنقول طب هو لعيب في الدولة ولا في كذا الدولة بتتحرك عشان ترفع الحاجات دي يعني احنا بدأنا نتحرك بالفعل يعني بدأنا فيه درائب تتحط على حاجات معينة زي مثلا السجاير زي الحاجات اللي هي الكمالية عشان تروح تزود موازنة الصحة ونقدر ندعم العملية دي ويمكن في الفترة اللي فاتت كان فيه مجهود بالنسبة للصحة عموما وبالنسبة المستشفة عندنا وطبعا انت اجبتلي مستشفة ابو النمرس لان دي دي ريتي برضو طبعا دي ريتك عمالي تقبط فيها لعمل عشان بحبك لا اصلا انت عليت قوي مع لا اصلا انا برضو عايز اقول لها حضرتك انا عايز اقول لها حضرتك بالنسبة عشان معالي النائب يشوف بص يا محمود بيه انا بغشة ابو النمرس ونكلم بصفحة اه احنا بنتكلمها بيش احنا اتحركنا في الملفات دي وكان في نوع من انواع المشاركة المجتمعية والمشاركة المجتمعية بالفعل ابدت يعني ما ابدتش ببداية كامل ولكن عملت شغل كويس انا احكد من كلام الوستاذ محمود فضل افضل استاذ محمود قال يعني لما دينا اهتمام لطرق الطرق اولا احنا كلنا محتاجينها لانية العنصر العنصر رئيسي في تنميل اقتصادية لا اي دولة في العالم صحيح اذا ما كانش دولة عندها طرق يبقى ما عنداش اقتصاد خذت بال حضرتك السرعة النائل وسرعة الشحن ونائل البضائع وهي لسه فريش ده كلام جميل جدا فلما حطينا الطرق تحت المنزار احنا وصلنا الى طرق عالمية احنا النهاردة بنجدد جميع الشوارع في القاهرة والجيزة ارصفة والشوارع مش الطرق الرئاسية بس لما تمسي ومجموعة كبر حلت ازمة الازحام والتكدس في المدينة عشان اتحطت الدولة الطرق في مصداقيتها وفي نظارها هنا الكلام عشويات افن ايو ايو ماشي هناك اولويات لو احنا حطينا الصحة وحطينا الغذاء بتاع الانسان نفسه والتعليم في نفس هذا المنظور اعتقد الامور هتتغير تماما ده اللي كان بيتكلم عليه السيد محمود وانا اخدت من اطراف حديثه طيب احنا مرتبطين هنا بايه بالميزاني اللي بتكلم عليه موازنة موازنة الموازنة ظهرت كانت للطرق جميلة جدا هل يطرى عندنا امل ان احنا نحط موازنة للصحة وللتعليم اولا وننهض بهذا العنصرين المؤمنين جدا في بناء الانسان احنا لو عملنا كده في الخطة اللي جاية اعتقد ان احنا هتبقى مصر تتغير تماما احنا لابد منظومة الغذاء للانسان عشان نبني الانسان الانسان هو صاحب النهرة صاحب الحضارة العنصر البشر المهم في صحته وفي تعليمه وفي اكله وملباسه لكن الطرق انا في اعتقادك تيجي مرتبة تلتة تيجي مرتبة تلتة اهتمت الدولة واصلنا الى حولنا كل الميزانات بتاعت الدولة للطرق حاجة احنا مش ضدها حاجة جميلة جدا لكن ترعز اللي احنا بنتكلم فيها دي دي مصدر الاوباء للمنطقة السكنية احنا مفروض كدولة نساعد في حل هذه المشكلة احنا بتكلم بقى الدولة كدولة كوزارة زراعة احنا برضو نساعد مش كل واحد يبقى في يمة لا احنا عايزين نكمل المنظوم نتكلم في الدولة نتكلم في الدولة انه صحة الانسان مرتبط بصحة الانسان الغذاء اللي بيطلع من الزراعة نتمي بالفلاح ونشوف مشاكل الفلاح احنا عندنا النهاردة بتكلم بقى كوزارة الزراعة مشاكل الفلاح لا تحل مشاكل الفلاح اللي شغال نيل مع نهار هو صاحب النهضة الرئيسية في هذه البلد لكن مهمل مهمل ليه؟ لان احنا ما بنضمنش له حقه في شراء المحاصيل يعني ممكن يزرع وجيت عبطول السنة بياخد محصوله موسمين في السنة ممكن اهو يخسر مفيش هناك جمعيات مفيش طرق لتحديث التسويق لتوعية المزارع ما احنا ما نقولوش بقى روح يزرع وخلصت لا انا اقول له احنا محتاجين ايه؟ موسم بتاعنا انا محتاجة ديه في الامر محتاجة ديه في الضرة الاصفر محتاجة ديه قطن ولما اقول له ازرع يبقى لازم يسمع كلامي يبقى اتعهد بتسويق المحاصيل بتاعته بالسعر اللي يرضي العملية الزراعية كما ان الدستور نص الدستور الجديد المادة 29 سنة النائب انها بتضمن بيع المحصولات للمزارع بسعر مرضي ده نص في الدستور فلابد ان تكون المنظومة الدولة هنا انا بقول هي عسكري المرور التي يوجه الاقتصاد يوجه العملية داخل البلد سواء في الصحة سواء في الراي سواء في الزراع سواء في الطرق سواء في اي حاجة هي عليها ان توجه لان الدولة بقتش منتجة سواء في التعليم ايوه في التعليم بلاش هي بقتش منتجة لكن هي تناظر وتوجه وتحاسب المقصرين ده دور الدولة المفترض في هذه الاونة كما ان مجلس النواب عليه ان يساعد الدولة يساعد الدولة في اظهار المتسببين في الحاجات الاشكالات اللي احنا بنشوفها نشوفه ما هو ده من الشعب عنصر من الشعب الفاسد قاله روح يعمله ويسابهم والآخر ناس خدت جزاءتها غرامات وممكن تاخد سجن وتاخد الكلام ده من كلمة شخص موجود في جهاز الإداري في الدولة هنا دور الدولة لتقييم هؤلاء الموظفين والضرب بيد من حديد على المقصرين والفاسدين أيضا مجلس النواب عليه إظهار هذا الكلام هو المحاسب الجال الوحيد التي تحاسب هي تدافع عن حق الشعب مجلس النول نحن نفهمه هي تدافع عن مجلس الشعب عن الشعب أصلا لها منتخبة منه هي الجمعية العمومية بتاعة الشعب الممثلة المنتخبة من الجمعية العمومية ثم إنها بلاش تحاسب الدولة ولكن توصل تبقى الوسيط بين الشعب والدولة حسب إمكانيات الدولة وإحنا لو وصلنا إلى هذا لو وصلنا إلى هذا الحل أنا بتكلم مصر يبقى أشياء عظيم مصر ميز صغيرة مصر عندها إمكانيات تؤهلها تبقى من أول مصر كانت سلت الغذاء من أول الدول الموجودة في الساحة أنا بتكلم كراجل مسؤول في وزارة الزراعة إحنا قادرين على إن إحنا ننتج الدور الصفرة وما نستورده قادرين إن إحنا ننتج الأمح ونستوردوش قادرين على الاكتفاء الزادي من اللحوم قادرين على إنتاج الدواء وما نستوردوش أيوة أنا معك يا فندم بس بشرط بشرط أنا الكلام ده قلته في مجلس الوزراء طب يا فندم إحنا قادرين على كل الحاجات دي تبقين يا فندم أصبر يا فندم طب إحنا قادرين ليش الشكل العام إحنا مش قادرين ليه عشان مافية للسيرات إحنا أمام مافية منظمة تفرض إرادتها وتستورد الدورة وتضرب الإنتاج عندنا هنا أو حتى لما يطلع الإنتاج بتاع الفلاح الغلبان اللي ما عندوش روابط تحميه بترخص السعر جدا فالفلاح يخسر في هذا العنصر المهام ما يزرعوش تنسان عشان حفنة من الناس خمسة ستة اللي بيستوردوا المحاصيل الزراعية وقيس على ذلك بقى في الدواء وفي كل حاجة أخرى الحاجة الثانية اللي كنت أتمنى كدولة بقى أن هتمي بها قبل ما هتميه الطرق هتميه الصناعة الصناعة اللي هتاخد المادة الخام بتاعتي بتاعت الزراعة وتحولها إلى منتجات كمثال للقط أنا القطن ببيع أمطان زهر ليه تم بيعه لو أنا بيعته حلاجته هاخد منه بزرة هعالج مشكلة الزيوت هاخد منه كوسب أنام الصروة الحيوانية ثم أعمل غازل هاخد أنا قيمة مضافة بعد القطن الزهر ثم هنسجه هعمل قيمة مضافة للقطن خدت بالساعتك ثم هشغل عمالة هشغل القطاع الصناعات القطنية اللي واقف عندي متوقف من أن أنا أحول فكر المادة الخامة اللي أنا بطلحها إلى مواد قيمة مضافة في الصناعة يبقى لابد نمرة واحد أحط تركيزي في الصناعة ثم الصناعة هتستقبل يد عملة مزي البناء بمعنى أنت لما بتبني عمارة بتاخد مجموعة من الناس بتبني بعد مدة ست شهور بيتسرح لكن اللي ما يبقى عندك مصنع بينتج طول العام طول السنين إذن هو مستوعب العمالة ثم هيعود عائد وفائد على الدولة في التصدير وليس في الاستيراد إذن هتوفر عملة أجنبية أو أنا بحتاجها بدل مستورد العنصر أنا قادر نوفر والله العظيم إحنا قادرين نوفر الغزاء لمصر قادرين وقدرين نوفر الدول لمصر وقدرين نعمل كل حاجة بس بشرط القيادة السياسية تتوجه وتشوف مين اللي بيخنوا هذا الاقتصاد مين اللي بيخنوا هذا الاقتصاد لا أكثر ولا أكثر وحنبقى إحنا زيما نجعنا في الطرق وخلي بالساعتك حنرجع تاني لسنة 94 بعد الزلزال بعد الزلزال لما قلنا كان عندنا أمل مئة مدرسة أمل مئة مدرسة سنة 94 ولكن الدولة بصت للتعليم عملنا كم ألف مدرسة كتير لأن الدولة بصت لهذا الكلام وتكاتفت الدولة وبقى عندنا آلافات من المدارس اللي اتعملت وشارك فيها القطاع الخاص الناس المتبرعين سواء بالأرض الزراعية أو بالبناء وكان ده منظومة جميلة جدا بين الشعب والحكوم نتمنى أن نحن نبص على الصناعة نبص على الصحة نبص على التعليم كسافة التعليم النهاردة في الفصل يساة النهار كام تلبية وفي أماكن أخرى أني عندي في اكتوبر بيتعدى المئة وعشرين طالب فين المنظومة المدرسة اللي هتدخل أو المدرس على ما ياخد الغياب ضعط الحص فإحنا محتاجين كمان ما فيش تدريس ناخد من مثال الطرق اللي قال عليه أنا خدت من كلامه اللي أستاذ محمود مثال ونحط كل الحاجات اللي احنا محتاجين أولوياتنا بهذا العزم لو حطناها في هذا العزم احنا هنبقى حاجة تانية طيب اسمح لي يا فندي معشان بس حلقتنا دكتور عاوديناك تكلمينا بخصوص الاتصال اللي جاء بخصوص المنحة اللي كيتعملها الوزارة بتاعت الصحة وبعد ما دلسوا سنة كاملة وقدمهم ترموا واحد لا طبعا لا طبعا بيقولوا لهم لا ما خلاص عاودينا يلغوها طيب أنت كنت بتقولهم يتعلموا ازاي آه يا غدورك ما تشتيري ازاي لما بعد ما يدرس سنة بعد كده ويكلف نفسه يجي بعدك تقولوا لا ما تغيبش وطبعا هنا جامعة تقول لا لو غبت مش هتخلش الامتحان طب يعملوا ايه بابين نارين لو ما طوعش الوزارة انفصلوا ولو ما طوعش الجهة التعليمية انفصلوا يعملوا ايه ده بيبين كيف تدر الأمور يعني يعني ما فيش لوائح منظمة ما فيش عدالة المفروض ده ما نقول تفرق يبقى تفرق لكل المهنة الطبية التفرق ده علشان آه في ومش عارفن تجيبهونا الصور بتاعت المستشفى مش عارفت تجيب لي صور المستشفى ولا ايه هم متعاطفين على ستة بنقب فريق الاعداد لو سمحتو صور المستشفى لو سمحت طبعا يعني المفروض انه اللي عاوز اللي بياخد تفرق ده علشان يطور نفسه المفروض اللي واجح بتغيز ده لكل المهنة الطبية تمريد أسنان صيدالة بشري مش قاصر على مهنة معينة فأعتقد هي محقة تماماً وخاصة أن هم قريد يوافقوا في البداية فما ينفعش ييجي يضيعوا أمالهم في وسط الطريق ويقولولهم أنه ما ينفعش النهاردة طب يا فندي بالنسبة لنهاردة فيه انتداب الناس اللي كانوا معقولوا من انتداب بالنسبة للتمريد أو للدكاترة أي قسم من الأقسام وكانت يعني عندي حالة من الإسماعيلية معمول لها انتداب جات الجيزة بقالها عشر سنين بعد ما بنت جوزت وخلفت المفروض الانتداب خلاص ينتهى ترجع تاني ترجع ازاي سيادتك أسرة اتكونت زوج بعمل محافظة تانية بيت أولاد تعمل ايه هل تضحف لا مش هي اللي عاوزة ترجع ده المفروض الانتداب خلاص خلص وخلص 2016 خلاص أربع سنين وخلاص إيه الحل؟ يعني دي حالة فردية المفروضة هي ترفع لا 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 في كثير من هذه الحالات آه يعني ما أنا بقول اللوايح مش واضحة بنينقل بالدرجة هناك المحافظ مش هيوافق إليها على الدرجة أنها هتيجي هنا الجيزة تبال حضرتك أنا أنا تكلمت مع وكيل وزارة قال إن هي بتعمل طلب في المحافظة بتاعتها كان معاها دكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة قال هتقدم طلب من بس عاوزين نعرفها ده كلام وكيل وزارة بس كان عنده اجتماع إنك أنت هتعمل طلب في محافظة الإسماعيلية إنك أنت هتبقى هتبضل هنا في محافظة الجيزة وإن شاء الله يتأشر على هذا الطلب وتكون موجودة إن شاء الله هي ونقل ولا ندبن بقى لا وضح بقى الأمور لا مش لقل هي تبقى ندب تاني بقى يعني أربع سنة مشكلة لكن إحنا عاوزين نحل المشكلة من أقول لك هو بقى كل سنة تعاني في تجديد الندب كلام ده إحنا شفناه كتير قوي لكن الحل في مثل هذه الموضوع نظرا للظروفة إنها تتنقل بالدرجة ويسع أحد النواب في هذا الكلام المحافظة اللي هناك محافظة الإقليم إنه هو مرتبط بدرجات في محافظته من لوزارة الصحة علينا أن يوافق يا إما بنقلها بالدرجة أو وكيل الوزارة اللي هنا أو المحافظ في محافظته الجديدة يوفر لها درجة في الحال أكلم بقى عصام بي عاوزين يتكلمنا عشان كده خلاص معادي الحالة أقرب لا لا أنا عاوزين كلمة من عصام بي كده يتكلمنا أنا بس عايز أكلم حضرتك بخصوص وجودي في الكيان المحترم اللي هو كيان مجلس النواب طيب والكيان اللي ذي ظلم من الدولة طيب ماش ديئة واحدة ناخد بس من كل واحد كلمة كده عشان أنا بس يعني الجزية دي يعني أنا عاوزك رسالة يا فندم عشان خلاص هناختم رسالة توجهها بس للمسؤولين رسالة في كلمة والله ربنا يحمل مصر والمصريين اللهم أني معاي الوزير رسالة في كلمة ربنا يبارك في مصر فندم ونيديها كل القطعات الأخرى يعني زي معالد بك عمدنا إرادة سياسية إن احنا نعمل حاجات كتير جدا عمدنا إرادة سياسية إن احنا منصف البيروقراطية عزيزي المجاهدين بشكركم وبشكر السادة الضيوف اللي شرفوني ونوردوني أسعدتوني ونتمنى أن نكون قد أسعدناكم بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد كل منا يتمنى والله يفعل ما يريد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته